تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحن الآن في استقبار عشر مباركة عشر فاضلة ألا وهي عشر ذي الحجة حسبك أن الله جل وعلا أقسم به وهو جل وعلا لا يقسم إلا بشيء له شأن عظيم فهذه العشر من شعائر الله مما يدل على فضلها وفضل العمل الصالح فيها الشعائر تكون زمانية وتكون مكانية فالشعائر الزمانية مثل عشر ذي الحجة الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين شأن هذه العشر المباركة فالصحابة رضي الله عنهم استعظموا ذلك وهذا فضل عظيم لهذه العشر باب أولى أن الأجور في هذه العشر مباركة لأن الله اهتم بها ولفت الأنظار إليها في كتابه الكريم الواجب على المسلم أن يلتفت لهذه العشر وأن يهتم بها وأن يقدم لنفسه عملا صالحا لأن العمل فيها مضاعف أكثر من مضاعفته في غيرها نسأل الله الكريم أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لاغتنام هذه العشر بالعمل الصالح